قداسة البابا توادرس الحقيقة بيؤكد بعد اجتماع عاجل ملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان بالقدس ورفض كافة الانتهاكات الإسرائيلية وبيطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام القضاء خد بالك أن تصريحات قداسة البابا جاية إمتى؟ جاية في وقت اعتداء الصهينة على مقدسات إسلامية من يعيشون في القدس هم المسلمين وقد يعيش فيها اليهود الكويسين ولاد الحلال اللي زينا زيهم ما فيش مشكلة إلا أن الصهينة نو الصهينة لا مش عايزين فتيجي تصريحات البابا توادرس قداسة البابا توادرس في هذا التوقيت انعكست تعكس إيه؟ أن القضية هي قضية صراع عربي صهيوني ما هياش قضية المسلمين واليهود ما هياش قضية المساحيين واليهود ما هياش قضية طائفية بقدر ما هي قضية السياسة الدولة الوحيدة حتى هذه اللحظة دولة دينية بس هم دا اللي هم عاوزينه دولة يهودية مش عاوزين دولة حقيقية في ختام اجتماع تشاوري بالمقر الباباوي بالقاهرة يؤكد قداسة البابا توادرس على ملكية الكنيسة الإبطية الأرتدوكسية لهذا الدير والديها كافة الوثائق والحجج التي تثبت هذه الملكية وبيأكد بيان الكنيسة أنها بترفض كل الوسائل اللي بتزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق وبتؤكد الكنيسة المصرية على أنها تتمسك بحقوقها كافة وأنها ستسلك كل السبل القانونية إلى أن تستعيد هذا الدير المغتصب والله تستعيد